ميديا نفسها تقلبت ليه تقلبت؟ هل في مشكلة بينك وبين جمهور الإسماعيلي على مواقع تواصل اجتناعي مثلا؟ لا بالعكس أنا ناس كتير هم طبيعي الناس مشدودة وناس بتحب النادي والناس لما بتلاقي حاجة بتلاقي قراء بين كده وبين كده ومعارض وانت عارف الكلام ده موجود في الدنيا كلها لكن انا لقيت ان الناس برضو بتكلم الكابتن علي واللجنة واللي حصل حاجة مش من خلالهم فيها كلامه بتاع رغم ان كان فيه ناس برضو كتير بتساند وتقوله لكابتن علي هو اللي كلم لكابتن أشرب وعارفين علاقتي بالكابتن علي والكابتن اماد كبيرة جدا برضو المهندس ما تحت فكان الكلام كده انا لقيت لا ولا عايز طب انت هتتكلم برضو يا كابتن هاني هنتقسم ليه عشان خطر ايه مش نقصين طب هل تكلمت لكابتن علي ابو جريشة عشان مثلا تقريب وجهات النظر او انه بما انك انت كده كده عايزني ولكن الاعلان جي من المهندس ابراهيم عثمان فالرغبة واحدة فما نشتغل وبلاش تشتت يعني هتكلمت معاه انا اتكلمت لكابتن اماد اتكلمت لكابتن علي كمان بعد ما عرفت ان فيه مشكلة اه وكابتن علي كلمني النهاردة هو الموضوع كله ان المشكلة بس اشرف في الاعلان لكن احنا كنا طلبين وبتاها ومش عارف ايه وكنا عايزين كنت عارف يعني وهو بيكلم معايا كابتن علي عطول يعني بنتكلم مع بعض وبنتناقش زي ولاد النادي كلهم دلوقتي كلهم يا كابتن هاني ايد واحدة الناس كلها الان وناس كلها زعلانا المداربين حتى والجمهون وكده فلا طبعا اتكلمنا لكن كان انا كلامي صريح واخد قرارك اه طبعا لا لا خلاص انا كلمة و قد تكون المشكلة دي زي